شايفين هذا البغدونس وهذا البصل وهذا الخس البلدي أنا عملت حوض زريعة وزراعة الخس البلدي أخضر حلو مثل العسل أول خطوة لازم نعملها بدنا نزرع الخس وبعدين بدنا نزرع البصل وبعدين بدنا نزرع البغدونس ورح نشوف النتيجة مع بعض هذا الحوض أنا عملته جبت حجر باطون وصفيته بهذا الشكل بعدين جبت تربة حمراء وملأت الحوض وحاليا بدي أزرع بدي أزرع الخس البلدي هذا الخس البلدي طعمته كثير طيبة وحلو مثل العسل وبدون أسمد كيماوية فقط على الأسمد العضوية أنا خلطت مع التربة تقريبا 15% من السماد العضوي وملأت الحوض وبعدين أعملت خطوط وبعدين جبت شتول الخس وبدي أزرعهم بهاية الطريقة أعمل خطوط وأترك بين الخس والخس تقريبا من 15 إلى 20 سنطي وبعد ما أزرع الخس بدي أسقي بهذا الشكل وكل يومين أسقي مرة وبعد ما انتهينا من زراعة الخس حاليا بنزرع البغدونس البغدونس نقدر نشتري بذوره من الصيدليات الزراعية ويفضل نشتري بذوره مهجنة مو مستخدمة قبل حتى تنجح معاني بشكل جيد ويفضل تكون البذور معقمة حتى ما تعفن مع التربة إيه متى نقدر نزرع بذور البغدونس نقدر نزرعها من نهاية الخريف حتى نهاية الربيع هذا أفضل وقت لزراعة البغدونس أول خطوة لازم نعملها نخلط التربة مع السماد العضوي وبعدين نسهلها وبعدين نرشي البذور ونرجع نسهل التربة من جديد ونسقي البذور بعد زراعتهم وخلال 12 يوم البذور بدها تنبت وبعد ما خلصنا زراعة البغدونس حاليا بدنا نزرع البصل هذا البصل نسميه بسورية قنار أو قزح أنتم ببلدانكم شنو تسمونه بدنا نزرع البصل داير ما يدور أحواض الزريعة بهذا الشكل ما بدنا البصل يأثر لا على البغدونس ولا على الخس ورح يطلع منظر جميل جدا رح تشوفونه نهاية الفيديو نترك بين البذرة والبذرة تقريبا من 10 إلى 15 سنطي وبما أنه هذا البصل بس مشان ناكل من النمو الخضري لو تركنا بين البذرة والبذرة 5 سنطي أو 10 سنطي ما بمشكلة مثل ما لكم شايفين بعد مرور 15 يوم تقريبا من زراعة الخس ومن زراعة البغدونس والبصل صار عندنا الحوض بهذا الشكل حاليا البصل أنبت والخس بلش ينمو لكن البغدونس يطول من أول ما نزرع البذور لحتى ما ينبت يحتاج 12 يوم تقريبا بهاي الفترة لازم نسق البغدونس كل أسبوع مرة لأن كترة الري تأخر النمو مثل ما لكم شايفين حاليا بدنا نحرك التربة حتى جذور النبتة تتهوى وتعطيني نمو سريع جدا حاليا البصل صار جاهز للاكل والخس نقدر نستخدمه لكن البغدونس يحتاج وقت شوي مثل ما لكم شايفين مصفر بدي أضيف له حديد وبعد 20 يوم تقريبا رح تشوفونه كيف صار أخضر هذا الخس بلدي غير الخس اللي نشتريه من البقالة مثل ما لكم شايفين بعد مرور شهر تقريبا صار عندي البغدونس أخضر بهذا الشكل لأني أضفت له حديد إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسون الاشتراك حتى يصلكم المزيد السلام عليكم ورحمة الله